كابتن مصر حبيبي يا هاني حبيبي ربا بس يا كابتن هاني وكابتن سامي طبعا حبيبي هاني خلوك وموهوب يا كابتن محمد يا ببنا يخليك يا ربا مبروك طبعا أولا ومستنيين المبروك الكبيرة بإذن الله لكن كابتن سامي كمان انه هو كان وانت صغير بيتكلم انه هو كان شايف فيك هاني انك من الناس الوعدة الناس اللي جاية ولسه دلوقتي كمان بيتكلم ان ان شاء الله امكانياتك الفنية وامكانياتك البدنية ان شاء الله ما وصلتش للطب لكن انت في الطريق ليها وكل مباراة بتزيد ثقة والناس بتزيد ثقة فيك فكابتن سامي طبعا بلغة الكرة اللي احنا عارفينها أبوك يعني أكيد بيدافع عنك طبعا حبيبي يا كابتن سامي طبعا يعني بشكرك على الكلام الجميل ده وبشكرك كابتن سامي طبعا كامي وحيشني جدا والله يا كابتناني يعني حبيبي انت كمان والله حبيبي انا بس عايز اقول لك والله يا كابتن سامي ده يعني من نقرب الناس في حياتي عم بطن يعني في حياتك مش بس يعني احنا بالزماء نتعوي مع بعض طراحة هو تعلمني حاجة كتير جدا بستفد منه حتى كل يوم والله عظيم يعني انا اي حاجة في الفترة دي من ساعة من كابتن سامي بقى معنا مجد اي حاجة لازم احكلمه واسأله عمتا حتى برا الكورة يعني هو بعتبره اخهم يعني بالشمش اللي هو مدرب بقى معي فترة الاهلي فانا بقى لا يعني هو مجده برايك بيدي جدا وبصراحة يعني والله العظيم مش عشان هو موجود ولا اي حاجة هو من تحسن المدربين في مصر وانا يعني في يوم من الايام وافتكر المداخل دي انا بقول لك كابتن سامي يعني بقى مدير فاني من اللعن انا بقول لك في يوم من الايام ان شاء الله بإذن الله حالة الحب دي واضحة يعني لو كانت ساميه فانا يعني ساب يعني اي حد معلش مع قطع كلام كلامي كساهم برضو الناس لازم تعرف ان الكابتن سامي قمصان كان تلع بنادي حرس الحدود عمل موسم رائح وممتاز به وتلع بيهم الدور الممتاز وخلي بالك فيه ناس كتير قوي يعني تقول لك انا خلاص بقيت مدير فني ومطلع فرقة من الدور الممتاز لكن مرجعش تاني لحدة ان انا بقى مدرب مساعد لكن هو بصراحة يعني بالنسبة له النادي الاهلي هو ده بيته ايا كان الطايتل الرجل بيشتغل بكل امانة وانا معاك يعني ان ان شاء الله سامي ان شاء الله هيكون في يوم من الايام مدير فن النادي الاهلي بلضبط يعني النادي الاهلي كابتن برضو النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا يعني النادي طبعا احسن نادي بتتعامل فيه مع ناس بتتقابل الناس بتتعلم منه يعني حاجة كبيرة جدا النادي الاهلي فالتولة النادي الاهلي ده ما كنتش قابلت الشخصيات دي ما كنتش عرفت ما كنتش تعلم، كنت اتعايل كثير يعني اللاعب بره النادي الاهلي وانا هتواصل معهم لا يعني اللاعب بره النادي الاهلي صعب يعني التعامل حتى صعب فيعني طبع الحمد لله الوحد في النادي النادي ذا النادي ده حاجة كبيرة جدا وكل يوم الواحد بيبقى جوا النهل ده بيتعلم بيقابل شخصيات ده الكابتر الثامي ده الشخصيات النظيفة بالنسبة للواحد يعني عارفها في حياته لحد دلوقتي وهو يعني دايما والله اخ لنا وكذا ما بنتعاملش احنا في النادي اللي هو بقى ده مدرب ده اقول لا ده بالعكس بنتعامل اللي احنا اخوات بنتعلم منه كل يوم بيتكلم معنا دايما حتى لو جيه حاجة انا امساوك حاجة كويسة بيقول لك عليها بس اه وكمان انا انا بالذات عشان انا 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 عدت مع كابتن الثبي يعني انا اعرف كابتن الثبي بقالي اقتر من عشر سنين تقريبا ويقول من الناشئين صح اه اه من زمان جدا يعني ان ايام الناشئين وسعيدني في حقك كدير جدا في ايام الناشئين دي ايام الناشئين دي بتبقى اصعب مرحلة طبعا اصعب فترة التشكيل دي يا كابتن اه اه اتكمل يا خلاص صح يا اتكمل برضو ان شاء الله اه محمد انت ايه دي فرصة ان احنا نتكلم معاك عن مستر بايلر وادائك طبعا اللي في تطور والملاحظة في الفترة اللي فاتت في الموسم ده قولي ايه ابرز النصايح اللي كانت بتتوجه لك من بايلر هي اللي قدت لتطور اداء او مستوى محمد هاني لا مستر بايلر صراحة ليه يعني ليه سيستم دائمه فهو حتى لما جاي من اول يوم الراجل ده من اول يوم جاي مرران تمرين جابت اوه بقى حاطي تريب فده فرقها مع فرقها كلها يعني هو انا من النوع اللي انا بحب التمرين جدا بالنسبة لي. فهو الرجل ده حاطة سيستم الريتم بتاعنا سريع عشان كده يعني بسيطة الريتم بيبقى عالي. احنا بنمسك كورة اكتر بيبقى فيه تحصن. وطبعا يعني الواحد يعني لازم لازم اللعاب الزباكي او اللعاب الشوطر ان انت بتعرف المدرب عايزه بالضبط. وبتعمله يعني بتشوف المدرب حاجب ان انت تعمل كذا بتفتغل عزوزات ايضا عشان تبقى موجود دايما ويعتبد عليه. مهم كمان يهاني هو كان فيلر كمان كان موجود معنا هنا في البيت الكبير. هو اه مواضح جدا انك بتنسام انه بيدي تعليمات وتعليمات لكل لاعب بالحالة الهجومية والحالة الدفاعية. نحية. واحنا معانا القورة ايه دورك بالزبط. يعني مفيش كمان حتة ان في بعض المدربين يعني بيدي يعني هجومية بشكل اكبر من مهام الدفاعية. لكن هو اتكلم عن عندي اللعيب لازم يدافع ويهاجم بشكل مميز يعني. يا طبعا دب طبعا. الرجل ده كمان في ميزة كانت اللي هو مفيش حد في الفرقة بيقف. العصر لعيبة كنت بتهاجم انت بتدفع مفيش حد بيقف. هو هو بيحب كده دايما. التحرك من غير كورة عنده مهم اه. اه. وبيركس في تفاصيل صغيرة جدا 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 يعني. يعني هو دايما بيقول لنا عبارة كده اه شهيرة دايما بيقول لها في كل محاضر اتلاقي كبير سيدي دوع التعارف. دايما بيقول لنا انه انا كان بيلعب هوفرويد تقريبا اه. اه. وينجرائد. يقول لنا انا كنت ممكن باعد طول الشوت اعمال اروح وارجع اروح وارجع اروح وارجع او ما يلمس كورة اه. اه. ما يلمس كورة واحدة. فاي يقول لنا بس التحركات اللي اللي كنت معنا عملها دي كنت بفاضل لبقيت الفرقة. فهو دايما بيقول الهتة دي عشان كله لازم يتحرك. وهي دي كورة الحديث يا جبتني اه. مزبوط. ما بقاش بيحد بقى بيقف. يعني الكورة بتناحي التانية فالناحية ديته قابلة. فهو الرجل ليه حاجات كده معانة كمان لما بيخلي الردم كله عالي. صحيح. عايبة كلها خلاص. بقى كله ردم عالي. واللي بيقف بيكشف يا هاني خلاص. يعني اللي بيقف بيكشف. كده يعني الرجل ده كل المعظم اللي بيلعبوا او بيحب لعبوهم. متل يوم دايما بيجروا دايما بيقسوا بتملعب دايما سعين دي اه ما بيبطلوش دايما. بس وبيحط بقى التكتك بتاعه. يعني على حالة المصورة ده هو بيبقى عايز حاجة معينة. عايز بس اشتغل الجنب ده كده. والمهمة كمان ان انت برضو كمحمد هاني بقى بصفة شخصية. انت شخصية النادي الاهلي واضحة عليك. يعني انت قديت مباريات رائعة بالذات في الفترة الاخيرة ومشي ومكمل ولا تلتفت الى احد يعني. ربنا خليك والله لا. لا ده واضح يعني. الندي الاهلي والله يعني زي ما ما قلت بيك والنادي الاهلي ده حاجة كبيرة. وكل مودش انت بتعبيره في الندي الاهلي ده حاجة يعني لتفتهم التاريخ. يعني اي من كان بقى انت بتشارك خمس دقائق. في ناس بييجوا الندي الاهلي يعني في صفقات بيجي الندي الاهلي ما بيلعبوش ماتش واحد فيعني الواحد بيعمل ربنا بس دخلوا للتاريخ يعني خلاص بالضبط فالواحد بيعمل ربنا اللي هو دايما موجود دايما بيشارك دايما ليه دور بيحاول اللي هو أي ماتش انت تتلعبه تعمل عليك دايما بصمة كويسة عشان هي دين حاجات اللي بقي يعني هي دين حاجات أفراق يا محمد يا الله إن شاء وصيكم ده بجد والله العظيم وخلي بالك بس وانا هتكلم مع كابتن سامي في النقطة دي كلنا طبعا واللعيبة عارفة دي مسئولية مسئولية كبيرة جدا بس كابتن سامي كمان الضغوط لما بتعلز زيادة عن اللزوم وبتخاطر سترس اللعيب ممكن يكون نتيجة عقصية ده مش متعودي للعيبة النادي الاهلي أنا عارف محمد كمان محمد من اللعيبة المثقفة ومتعلم كويس ممكن يفهم الكلام إنه هو آه النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي احنا مطالبين بالبطولة ان شاء الله لكن على الجانب الآخر لأ البطولة مستهلة فيها فرق على مستوى عالي جدا تحضيرنا لازم يكون على المستوى وخلي بالك يعني وحقق برضو رأيك ورأيك كابتن سامي في تحضير لمباراة الوداد بعد التدويق طبعا بالدوري العام يعني طبعا الحمد لله طبعا على الدوري دي حاجة خلصت والحمد لله تخلصتها بطولة بقى أفريقيا يعني أنا واحد من الناس لنا نفسي أفريقيا دي إن شاء الله يعني أنا أنا ما أخذتش بطولة أفريقيا هتكون أول بطولة أفريقية يعني إن شاء الله وأنا العيد من الهائيين وربنا ما أردش إن أنا أخد البطولة فانا كان الموضوع كان صعب جدا علي إن أنا ألعب النهائيين طبعا وما نتوفقش بالآخر فأنا يعني ما فيش حد واحد بيتعلم بالبناء لازم خلاص كان بقى اللي انت شفته في الموتشيل اللي فايته طبعا يعني يعني أنا عارف الأجواء هناك وعارف أن الموتش ده يبقى محتاج له تركيز من البدري ويبقى محتاج له تحضير من نخص يعني أن الفرقة كلها تبقى على نفس الانتماغ كده دماغ واحدة إن إحنا رايحين نكسب هناك إحنا رايحين نخلص وإحنا يعني السنة دي البطولة يعني إن شاء الله مريبة يعني يعني كل العارف مهم وكل حاجة حواليك آه الموتشين مش هيبو ساعدين موتشون مش هيبو يعني مش ماتش ساعد عايز رجالة حداشر رجل يخلصوا الموتشين ونوصل من هاي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كنت سامي إن شاء الله تكون موفق آني فيها وتحقق حلمك وحلمنا وحلم جمهورنا دي الأهل إن شاء الله يعني حبيب أفضل لك بموتشين بالتوفيق وبركة هاني إن شاء الله اللي جاي إن شاء الله الأهم والجاي يكون أحسن بطولة أفريقيا إن شاء الله محمد هاني المميز شكرا جزيلا وجودك معنا في البيت الكبير